تتغير الشواهد في المدينة الساكنة على الخليج المنسوب لها لكن ما آلت إليه أوضاعها المضطربة اليوم كان يشي بأنها لم تتخطى دائرة التاريخ فأمراء الحرب لا يختلفون عن سلاطينها الذين حكموا قبل 52 عاما إذ يتكئون على رايات نصبت على صدر المدينة في لحظة من حالة الانهيار وحين كان الجميع يحاول النجاة بالمدينة من جائحة الميليشيا الحوثية سقطت المدينة في يد من خيل لهم أنهم سيكونون يوما ورثة الامبراطورية التي لم تغب عنها الشمس غير أنهما لبثوا أن تململوا وانسحبوا بعد سنوات فقط تاركين الأمر لسلاطين الجدد الذين باتوا يقودون ميليشيا محلية تعمل لصالحهم بالوكالة ومنذ ذلك الحين حتى اليوم ما تزال المدينة تتلمس النهوض من جديد لكن السلطات الجديدة لم تؤمن راتبا أو تنشئ مرفقا حتى الخدمات الأساسية والمياه لم تحضر ومعها كانت المدينة تغرق في مستنقع يبدو أنها لن تنجو منه ولم تشفع التضحيات المفذولة في تجنيب مآلات ما عاشته المدينة قبل 52 عاما وبحسب مسؤولين رفيعين في الحكومة فإن مدينة عدن تخضع للنفوذ الإماراتي وهذا الوضع أعاد تذكير سكان المدينة بسنوات النضال والكفاح ضد المستعمر منذ انطلاق شرارة الثورة في الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 والسنوات الأربع التي تلتها حتى رحيل الاستعمار البريطاني وذكرت اللحظات التي غادر فيها آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر عام 1967 بالضرف الذي سقطت فيه عدن فمرة يوم أن جنحت السفينة البريطانية في الميناء قبل 180 عاما وأخرى مع وصول السفينة التي تقل جنودا إماراتيين منتصف 2015